كتبوا عليا فخامة العماد ديج راسك تسلالت مثل بسينات وحطيتها وهي بطولة الهدية المسممة اللي عملها علي حسن خليل هاي دي رشوة عماد أهوك أكيد ما قلت الله يرحم اللي ميت ولا أنت ولا سمي جاجة تعملت رئيس جمهورية سيد حسن نصر الله ورئيس بشار الأسد هاي ديك ما بيعترف بإستلق لبنان إلا صوريا وهاي ديك يخذني على إيران وبيقلك قوي من يخذها من الجمهورية الإسلامية من يكبل أيدي الجيش؟ أزعجني بـ 13-20 لما بيفوت ضابط سوريا على وزارة الدفاع اللي تأهبوا لي هو رائد طبعاً في إزلال شو كان بدك منه؟ بيموت بالبعبدة القائد بيواجه طلبت المشاركة بدورات تدريبية في سوريا بدي مصاري بقالي 300 ألف يرام معاش هاي بتقول عن شرطة نجس الويب قتلة وإرهبية شو بدي يسميه؟ مارشاربل؟ الإمام عالي شو بدي كان يسميه؟ هاد عمل ميليشيوي وعمل إجرامي شعب جيع ما بده يرتزل زمعته؟ يعني إنقلاب؟ فوقت الثاني ورقة بتعيشه كتير بس يطلع التقاضي من قرطه أبري للعسكري وخلي يموت هني بده نجاش ممسح إذا جوعوه؟ إذا جوعوه بياكل أحمل حلقات نحن بلبنان؟ مدرق إيه؟ تم وزير داخليه بيقولي أنا رايحة على إنفلات أمي هادي بدينو برتزل عن التعبير شو كان التعبير؟ العميد المتقاعد جورج نادر ضيف توني خليفي بسؤال محرج لأحد عشرة لتلت المساء على الـ LBCI وصوت بيروت انترناشنل